الاستزراع السمكي ينتج حوالي نصف استهلاك العالم من الأسماك ويأتي الباقي من الصيد التقليدي لكن هنا في البحرين يتم الاعتماد على استيراد الأسماك لسد الفجوة بين العرض والطلب وهناك أفق واعد لمشاريع الاستزراع السمكي حوالي نصف استهلاك البحرين من الأسماك يتم تلبيته عن طريق الاستيراد وهناك خطة لزيادة الاستزراع السمكي ضمن مبادرة الأمن الغذائي حيث تم تخصيص أراضي برية ومناطق بحرية لتجيع المستثمرين على الدخول في نشاط المزارع السمكية طبعا الاستزراع السمكي لا يشكل حاليا نسبة كبيرة من الانتاج لكن الطموح كبيرة وحسب الخطط الموضوعة إن شاء الله في خلال العامين القادمين سنزيد الانتاج إلى 12% من استهلاك المحلي عن طريق مبادرة جلالات الملك الأمن الغذائي بدأت البحرين تدريب رواد الأعمال الشباب على الاستزراع السمكي لكن البرنامج توقف خلال أزمة كورونا والآن يعود الاهتمام مع تخصيص حاضنات للمزارع السمكية بتقنيات حديثة دخلنا في شراكة استراتيجية مع هيئة النفط والقاس في البحرين في قضية البنية التحتية للاستزراع السمكي أهم جزء في البنية التحتية هو إنتاج الإصبعيات في هذا المجال سيصل الإنتاج إن شاء الله إلى 5 مليون بحلول 2024 وبحلول 2025 سيأفز الإنتاج إلى 20 مليون إصبعية سنويا يعد الاستزراع السمكي مجالا واعدا في البحرين وتزداد أهمية هذا النوع من المشاريع بعد أزمة كورونا التي نبهت الجميع على أهمية الأمن الغذائي بعد تعطل قنوات الاستيراد محمد الباز إسكاينيوز عربية البحرين وللحديث عن هذا الموضوع أكثر ينضم إلينا من المنامة مدير مشروع دار أكوى للاستزراع السمكي والنباتي أستاذ عبدالله الفحل أهلا بكم معنا عبر سكاينيوز عربية السؤال بداية عن حجم الاستثمارات بهذا القطاع بقطاع الاستزراع السمكي في البحرين إلى أي حد هناك ضخل الاستثمارات كيف ترون حجمها وأفاق النمور متوقعة حجم الاستثمار هو على ثلاث مراحل نحن ارتقينا كشركة دار أكوى في المشاركة ضمن خطة البحرين للأمن القضائي عشرين ثلاثين طبعا الاستثمار الأول جاءت الفكرة في 2014 المرحلة الأولى لحد الآن استغرق نوية تشغيل ما يغارب السنتين ست مليون دينار عندنا مرحلتين بعد في تنفيذها الحين إن شاء الله يكون الافتتاح في المرحلة الثانية في 2021 مع نهاية ديسمبر واحتفالات العيد الوطني بعد يكلف في نفس المبلغ تقريبا خمس مليون إلى ست مليون دينار أول شيء على المرحلة الثانية وثم الثالثة طبعا جدا مشجع الاستثمار الحكومة تولي أهمية كبرى نحن كقطع خاص مشاركين في ذي الخطة الموضوعة من ضمن خطة عشرين ثلاثين طبعا حجم الاستثمار كبير ناحية لكن طبعا له مردود وجدوة اقتصادية جدا مجدية ومشجعة خاصة في ظل تجربتنا من بدين الانتاج في 2020 نعم الجدوة الاقتصادية كما ذكرتم واعدة وفيها الكثير من الأفاق حدثنا عنها أكثر لايحد تتوقعون عوائد من هذا النوع من المشروع الانتاج كميات الانتاج المتوقعة دعم السوق المحلية بالمعروض لتقليل بالتالي الاعتماد على الصادرات أو على الإيرادات من الخارج طبعا نحن فيه رقم طبعا الرقم مشجع جدا نحن البحرين أو تجربتنا في البحرين 95% نستورد فهذه فيه مجال كبير حق الاستثمار المحلي طبعا نحن النافس البضاعة المستوردة وليس المزارعين المحليين فحق الاستثمار موجود طبعا انتاجنا الحالي الحين من الأسماك 60 طن في السنة في المرحلة الأولى أو يضاعف إلى 4 إلى 5 ضعاف في مرحلة الثانية والثالثة احتياج السوق كبير والدليل على تجربتنا السنتين منذ الافتتاح الطلب والعرض قليل والله الحمد نحن شجعنا على التوسع الحالية طبعا نحن متخصصين بس في الأسماك فقط الأسماك والخضار والورقيات أيضا فالنظام المعمول الأكوابونك اللي عندنا يعطيش الحلين فبزنس كجنوة اقتصادية عندها تمنتجين الخضروات والسمك أما السمك فمرغوب مطلوب في طبعا نقطة جدا مهمة وهو البديل عن الأسماك طبعا نحن مياه حلوة الحين عساس نستقل لحق الزراعة في نفس الوقت البديل حق في ظل التغير البيئي وقلة المخزون السمكي في البحر وكاستراتيجية حق التلوث لازم يكون عندك بديل فالبديل هو على أون لاند على الأرض فحنا ارتعد شركاتنا دار أكوى لنقوم باستراع السمكي على الأرض انتاجنا ضخم والله الحمد السهولة تسيطر عليه التحكم في النمو هذه كل عوامل مشجعة على الاستثمار اللي يكون عندك عائد مالي استدي وتقدر تبني عليه معلومات أو دراسة جدوى جدية كما تفضلتم مستاذ عبدالله قضايا التغير المناخي وأيضا تحديات الأمن الغذائي مهمة جدا وعلى طاولة قادة العالم اليوم بالتالي هذا النوع من المشاريع له دور كبير بمواجهة هذه المخاطر حدثنا عن التعاور بين القطاعين العام والخاص بتنفيذ هذه المشاريع دور الدعم الحكومي الذي يقدم إلى القطاع الخاص والتفاعل بينهما لله الحمد في مملكة البحرين هناك لجنة عليا تتابع مثل هذه المشاريع ممثلة في المبادرة الوطنية في وزاعة الأشغال والزراعة طبعا الحكومة راسد ميزانية لكن القطاع الخاص لها دور كبير وخاصة في ذي المجال الحكومة عن طريق تمكين عندنا عن طريق البنك التنمية فهناك عدة مصادر للتمويل في نفس الوقت سنة الغوانين والنظم التي تساعد على هذه الاستثمار في مملكة البحرين الكل مهتم في ذي الموضوع هدف سامي يتمثل من جلالة الملك طبعا والحكومة الرشيدة ونحن نريد أن القطاع الخاص لازم يشارك في هذه المبادرة لأنها بالفعل محتاجة حق تضافر الجميع ماذا عن دور الشباب ورواد الأعمال بهذا القطاع وهناك ربما نوع من برامج التدريب الخاصة التي تقدم لهم فكيف ترون الإقبال من قبل رواد الأعمال والشباب عليها أول شي نحن في حاجة خلنا نكون صريحين في حاجة حق التوعية بشكل أنتوا سكاي نيوز قمتوا بذي المبادرة نبي إعلام أكثر طبعا أنا على حسب علمي في أكثر من 27 تخصص في ذي المجال هندسة محتاجة حق التعليم العالي المعاهد نكون جدية أكثر لرسم المستقبل أو مثل ما يقولون حق البايبلام اللي بيقومون بذي القطاع طبعا نحن نشتكي من القوة العاملة وتمتخصصين في ذي المجال خاصة في منطقة الخليج بشكل عام والبحرين بشكل خاص فالجهود لازم تكون متكاملة خاصة في الظل التعليمي لأن أنت محتاج حق البايبلان عسى تشقل هذه هذه واحدة من الصعوبات اللي نقال في إيجاد الأيدي العمل والخبرات لله الحمد نحن كشركة الارندي طبعا البحث والتطوير دائما عندنا معهد مزقر نقوم بتدريب البحرينيين على الأقل عشرة والله خمسة عشر في السنة وإحنا بادرنا في ذي في إنشاء سيلبس على أساس يكون مرجع شركتنا دار عكوة طبعا في ذي المجال نحب أن نساهم في عمليات إيجاد الحلول وهذه واحدة من الحلول اللي محتاجين لها طبعا مشروعنا لازم أن ننبه على شيء مشروعنا صديق للبيئة تماما ويعتمد على التدوير مئة في المئة نستخدم الطاقة النظيفة الطاقة الشمسية لا نستخدم الأسمدة ولا نستخدم المبيدات الحشرية فهو أورغانيك مئة في المئة طبعا في صعوبات كثيرة متحاجعة حق تضافر الجهود التعليم العالي الحكومة أستاذ عبدالله هل عمليات الإنتاج من خلال هذا النوع من المشاريع التي تعتمد بشكل أساسي على التدوير وأيضا هي كما ذكرتم صديقة للبيئة وتعتمد على المواد العضوية إلى أي حد في تكاليف عالية بعمليات الإنتاج دائما التكاليف تكون عالي لأن قصد من هذه التكاليف استخدمنا على سبيل المثال في شركتنا برمجة على أساس عدة ديتا في النهاية أنت بحاجة معلومات لقربلات أو لتغييمها في نهاية التجربة فالاستثمار يكون عالي الانفاسمت الموجودة الحين مثل ما يقول يستحق لأن أنت تبني المعلومات ما كانت عندك في الأساس فمثل هذه المعلومات تحتاج إلى استثمار ضخم في البداية لكن مرجوع يكون مبني على تجربة علمية واقتصادية بحتة ورقام صحيحة يمكن الاعتماد عليها أو الرجوع إليها في تنفيذ المشاريع اللي أكبر من ذي العجب حالي مشروع على 150 ألف يمكن نسوي على مساعات أكبر في أي مكان شكرا